العجيب أنني سمعت الدجال مسيلمة أنا ما أحب أذكر اسمه يوسف القرضاوي ما أحب أقول أن يوسف القرضاوي دجال ولا أحب أن أقول أن يوسف مسيلمة حتى لا أوذي بعض الناس والفرق فيوسف القرضاوي شر من مسيلمة لأن مسيلمة كذبه قومه ويوسف صدقه المسلمون فاستعيدوا بالله من كذبه يوسف بعد هذا بعد فشل الثورة قال اسمع النظام اسمعوني ساقط ساقط اسمعوني ولأخطبنا في دمشق اسمعوا ورب هذا البيت ورب العالمين ورب إبراهيم والذي أنزل على الأنبياء الوحية والله كالله لإن كان وسقطت الشام وخطبت في دمشق لأنت أحد الثلاثين كذابا دجالا قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله من أعلم يوسف أنها ساقطة ساقطة بعدما فشلت الثورة كيف تعلم بما وثقته من أعلمك من وشى إليك من أخبرك؟ من وسوس إليك؟ لا يقول هذا إلا البنتاجون وعماله ورجاله يعني هذا اليقين لو كان وهي في أوجها وقوتها لقلنا غره ما رأى وما سمع أما وقد تمكن النظام ماذا بقي لك؟ ثقتك بالله؟ كذاب خذلك ربك من قبله؟ ما صدقت الله ليصدخك الله؟ ولا أطعت الله لينصرك الله؟ كذاب جلبت علينا الدم وسواد الوجه وخذلتنا يوم استنصرناك ها هم أطفال المسلمين ونساؤهم في أفغانستان إن الله سائلك عنهم ألست أميرة ورئيس اتحاد العلماء؟ أما ابن إبراهيم فأنا أنا ها هنا لست أميرة الاتحاد وليسألني إلا على ما استعملني فيه ألست عالمهم؟ وألست كبيرهم؟ وألست أحد الموقعين عن الله؟ مش هيك بيقولوا يا أخوانا؟ شو بيقولوا عن بعض العلماء؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين؟ إنهم يعني يوقعون عن الله؟ فتاوى هذا الرجل كما توهمه نفسه وتغره نفسه أنه يوقع عن المليك الذي في السماء وقع لنا اكتب لنا أمضي لنا أسمعوني كيف علمت؟ إذا قال إن شاء الله علمنا فيما قرأت وفيما سمعت ما سمعت إذا قال إن شاء الله أعلموني يعنيني أن أعلم إنما قد سمعتم طالله وقلت لكم من قبله إن أحد المؤمنين أسأل الله أن يتوفاه مؤمنا قال لي رأيت فيما يرى النائم أنا ليس أقول بصوت عال لأنهم يجعلون ديناهم وثوراتهم فيما يرى النائم شيء؟ فقال الرجل رأيت فيما يرى النائم يوسف القرضاوي ها هنا في المناء ها هنا وحوله ناس يكبرونه فجرى بين الرأي وبين القرضاوي كلام يرد بعضه بعضا فقام القرضاوي حانقا للرجل فلما وصله قال الرأي فإذا هو الدجال أعواره قال له أنت هو قال أنا هو حدثوا الناس إن أعجلتهم الرؤى حدثوهم ماذا يرى المؤمنون نعم فإذا سقطت الشام وخطب في الشام في دمشق أحد ثلاثين واضح واضح وقتنا له بيانا يجيب فيه على الذي قتل أطفالنا ونساءنا في أفغانستان فاستبان لنا وسكت عن الحق شيء في هذه الثانية وقت له إن سقطت الشام وخطب فيها فهو واحد من ثلاثين ولعله من أواخرهم يشك أن يخرج شيخهم فاسألوا الله العافية اللهم إني أسألك للشام إصلاحا وصلاحا ورحمة وعافية اللهم أرحمهم واصرف عنهم وكف عنهم شرا وبلاء يراد بهم وبأساء وضراء اللهم قربهم جميعا إلى هذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ورد إليهم أمنهم وأمانهم وعيشهم وصلاحهم اللهم ربنا أنصر المسلمين المؤمنين وأهلك الكافرين والمنافقين اللهم إنا نرجو بالشام خيرا وننتظر من الشام ابن مريم وكلمة حق وبصيرة نور اللهم آمين آمين